بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع برنامجكم الرمضاني خذ الكتابة بقوة وحلقتنا اليوم عن القرآن ودوره في الإصلاح نستضيف لهذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور خضر سواندك دكتور العقيدة والمذاهب الآن معك دكتورنا الفاضل في هذه الحلقة في هذا الموضوع الهام هل لك أن تتحدث لنا عن دور القرآن في عملية الإصلاح سواء كان إصلاح الأمة أو دور الأمة في إصلاح البشرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نتكلم عن دور القرآن الكريم في إصلاح الفرد والمجتمع ثم الحياة بشكل عام ولا شك بأن دعوات الأنبياء والرسل كانت هي للإصلاح كما جاء على لسان أحد أنبيائه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعته فالقرآن الكريم جاء لإصلاح الحياة البشرية المحلية والإقليمية بل والإنسانية والعالمية لا نقول هذا إلا وكلنا ثقة ويقين بأن هذه البشرية لا يصلحها إلا خالقها ولا يصلحها إلا منهج الخالق سبحانه وتعالى نقول هذا بكل ثقة وتأكيد على هذه القضية وبدون هذا القرآن الكريم الفساد والتيه والضلال والشقاء في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة فضيلة الشيخ نحتاج إلى أن نبرهن ذلك نعم أقول هذا انطلاقا من الآية الكريمة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعنى نسأل الله أن لا نكون من هذا الصنفي بل أن نكون ممن التزم هدى الله سبحانه وتعالى فسعد في الدنيا والآخرة وأيضا قول الله سبحانه وتعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعم وكذلك الآية الكريمة نعم في أوائل سورة طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فهذا القرآن الكريم هو لسعادة الإنسان وسعادة البشرية وإصلاحها وليس عبءا أو ثقلا على هذا الإنسان والبشرية طبيعي هذا القرآن الكريم هو منهج وهذا المنهج لابد له من أمة تحمله لا يحكم هكذا بنفسه نعم هو كتاب الله سبحانه وتعالى أنزله بواسطة جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا لتحمله أمة كما حملته زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام هذه الأمة التي ورثت الديانات والمناهج السابقة لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفأ القنديلة الكتب السابقة أشبه ما تكون بقناديل فوانيس صغيرة لكن إذا طلعت الشمس ما قيمة هذه الفوانيس طلع الإسلام فورثت الديانات جميعها حملت هذا القرآن أمة هي الأمة الوسطة التي شهد الله لها بأنها هي الوريثة كما جاء في قوله سبحانه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً أكيد سيد الشيخ يعني كيف يفعل القرآن فعله لينتج هذه الأمة الوسطة التي هي بمثابة خير أمة أخرجت الناس ومثابة الأمة التي تكون شهيدة لله على خلقه نعم هي أمة مؤهلة واختارها الله سبحانه وتعالى من بين كل الأمم لأنها أمة تمتاز عن غيرها بأنها ليست أمة متقوعة على نفسها ليست أمة منطوية على ذاتها فأمة العربي حتى قبل الإسلام كانوا منفتحين على غيرهم فكانت هناك هجراتهم ورحلاتهم إلى الشام وإلى الجنوب إلى اليمن متواصلين مع غيرهم وإذا كانت يعني مؤسس علم الاستماع عليه رحمة الله عبد الرحمن ابن خلدون عندما قال بأن الإنسان مدني بالطبع فجمعت أمتنا الطبع الذي هو الفطر عند الإنسان بأن لا يعيش لوحده عندما قال الإنسان مدني بالطبع ومعنى ذلك أنه لا غنى له عن غيره وغيره لا غنى له عنه لكن سيد الشيخ يعني القرآن الكريم أحدث نقلة نوعية في حياة العرب بحيث أنه أهلهم كي يكونوا دعاة خير للبشرية جمعا يحملوا رسالة السماء إلى أهل الأرض الآن يعني ماذا فعل القرآن بهذه الأمة حتى تمكنت من هذا الدور العظيم رحم الله الشاعر أحمد شوقي عندما قال أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي والأرض لأرض والأرض مملوئة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصم عمي الفوضى التي عمت للبشرية والفوضى بمعناها العام وبمعناها السلبي الفوضى ليس فيها جانب إيجابي كما كانت تدعي عندما تذكر رئيسة وزيرة خارجية أمريكا كنديليزاراس عندما كانت تدعي إلى الفوضى الخلاقة نعم نحن ما عندنا أش فوضى خلاقة وغير خلاقة الفوضى هي الفوضى فكان حال الأمة بل والبشرية في فوضى أصنام تعبد من دون الله سبحانه بالله أي عقل يقبل أن يعبد صنم من حجر أو حتى من تمر في جذر العربي وعندما يجوع قومه وأتباعه يأكلون إلههم إسفاف في هذا العقل الإنساني من الذي يقبل أن تعبد أو يعبد البقر إلى يوم الحاضر في بعض الأماكن أن يعبد الأشخاص أيضا المبادئ القيم الهابطة يعني في صنمية حديثة اليوم عاصرة بأشكال متعددة غير الصنمية السابقة رحم الله لكن دكتورنا بدنا نحاول نسلط الضوء على كيف فعل القرآن في هذه الأمة بحيث خرجت من هذه الجاهلية العمياء وأصبح لها دور ريادي حضاري إنساني على مستوى البشرية كلها ماذا فعل القرآن حتى نأتي ليومنا الحالي ونحاول أن نتلمس كيف نعيد للكرآن دوره لعادة الأمة بأن تكون بدورها الإصلاحي الداخلي والخارجي نعم هو لا شك بأن القرآن الكريم بدأ من النقطة الصحيحة وهي تغيير وتحرير عقول الناس وبدأ بالعقيدة أو المبدأ التصورات لذلك صبغة القرآن الكريم المكي كانت هي التركيز على العقيدة لم تنزل الأحكام ولا التشريعات في مكة وإنما بنى النفوس التي أصبحت هي التي تنشد وتطلب الحكمة الشرعية فبنى النفوس من داخلها واضح قبل أن يبني وينزل التشريعات لذلك 13 عاما في مكة المكرمة القرآن الكريم المكي الفترة الأطول من نزول القرآن الكريم كانت تركيزة على هذه القضية كانت في فترة إصلاح الفرد نعم ثم انتقلت إلى إصلاح الجماعة المؤمنة هو بالتأكيد إذا صلح الفرد صلح المجتمع نعم اللبنة الأساس في الإصلاح وفي المجتمعات هي الأفراد ولذلك رحم الله من قال الإنسان أغلى ما نملك إذا صلح الإنسان الفرد لن يقبل بظلم ولن يقبل بعبادة وثن أو صنم ولم يقبل بأن يتجه لغير خالقي سبحانه وتعالى ولذلك البدايات الصحيحة كما هو معروف في علم الرياضيات البدايات الصحيحة توصل إلى نهايات صحيحة وكانت البدايات مع تحرير الإنسان نعم إذا تحرر الإنسان من كل براثن الجاهلية وبراثن التخلف وبراثن الوقوع في الشرك والوقوع في الخضوع صنمية مهما كان شكلها هذا إذا تحرر من كل هذا كان مؤهل أنه يكون عنصر من عاصل الأمة التي وصفها القرآن خير أمة أخرجت للناس نعم لذلك هو يريد التغيير الصحيح والسليم لا يريد أن تغطل في الأمور كان يريد أن يبني إنسان متكامل وبداية الكمال ليس بأمور ترقيعية وإنما بأمور جذرية إذا تحرر عقل هذا الإنسان لن يقبل باحتلال له وكان فضيلة الشيخ أنه كان التحول سريع يعني الوقت الزمني للتغيير والإصلاح اللي مارسوا القرآن الكريم في روح الأمة وفي عقلها وفي سلوكها كان وقتا سريعا وانتقلوا بسرعة إلى ريادة الحضارة الإنسانية هذه النقلة يعني لو تحدثنا عنها قليلا هو بالتأكيد كانت أمتنا قبل نزول القرآن الكريم لا مكان لها على الخارطة شعوب وقبائل متناحرة متقاتلة فيما بينها إما ممالك إما تابع للفرس أو للروم كانت خارج التعداد الرقمي في العالم لكن عندما جاء القرآن الكريم وبدأ البداية الصحيحة ما هي إلا ثلاثة عشر عاما وكم هي في ميزان الأمم مدة لا تذكر وإذ بها تصل الرقم الأول في العالم نعم كل العالم يكرر بها الحقيقة لم نكن على الخارطة فأصبحنا في قلب العالم وقلب الخارطة مجلس دكتورنا الكرآن يعني يحمل هذا المسلم الشعور بأنه يحمل رسالة عالمية ليس فقط يعيش لذاته وحتى الأمة الإسلامية لا يجوز أن تنكفع على ذاتها تراعي مصالحها وتنسج حياتها كما يحلو لها بعيدا وبمعزن عن العالم لا هي تحمل رسالة السماء لكل أهل الأرض فبالتالي وهي الناسخة كما تفضلت الناسخة لكل ما سبقها من ديانات سموية فبالتالي تحمل رسالة للعالمين وهذا الشعور بأنها تحمل رسالة هي مقدمة لدور الحضاري العالمي طيب دكتور ليجي لهذه الأيام هذه الأيام كما ترى يعني إحنا مثلا وقعنا الفلسطيني واقع مشتبك مع محتل غاصب وهذا المحتل ينتهي كل حقوق يعني هدر كل الحقوق الفلسطينية والمقدسات والدماء والأرض وكل شيء والعالم العربي المحيط بنا عالم أيضا يدور في أفلاك متعددي غير متحرم بشكل صحيح لم يستجب لما يريده القرآن بكي تكون شعوبا حرة تستطيع أن تمارس سيادتها وتستطيع أن تمارس دورها الحضاري والإنساني أين نجد القرآن هذه الأيام وكيف نرى فعله وما هو المطلوب حتى يكون للدور فاعل كما كان دوره فاعل في صناعة الرعيل الأول يعني والله الإنسان يعجب ممن يريد أن يأتي بتجارب فاشلة ويترك جانبا تجربة ناجحة بقوله في المثل الشعبي اللي بجرب اللي مجرب أو يقول مخرب بينما نحن تجربتنا نجحت ونجحت قرونا طويلة كان نجاحا باهرة نعم كما يقول الشعر عليه رحمة الله يوسف الرفاعي ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسترنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا نحن نعم بنينا أمة ملكنا هذه الدنيا بعد أن حررنا عقولهم نعم إن الله ابتعثنا مقولة يعني ربعي بن عامر لملك الفرس عندما وصلت جيوش المسلمين إلى حدود فارس استدعى ملك الفرس من المسلمين رجلا تعالوا شوني بكم إياه ماذا تريدون فقالوا لا نريد إلا هذه الأمور الثلاثة إن الله ابتعثنا أشوف التصوير بعثهم من عدم لم يكونوا شيئا إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هذا ما نريده دكتورنا يريدون لنا أن نتعامل مع القرآن بجزئيات معينة بجفاف وتنحية أجزاء عظيمة كثيرة دور القرآن في صناعة الأمة وفي دور الحضاري وفي حالة دور القرآن في النهوض ومواجهة الظلم والطغيان وإحداث الصلاة الحقيقي هذا كله يريدون أن يحيدوننا عنه وأن نأخذ من القرآن أشياء بسيطة في مجال الأخلاق في مجال الخشوع في الصلاة جوانب محددة جدا بعيدة عن دور الشامل الكامل أنا دكتور أدركنا الوقت بدي أشكرك شكرا جزيلا على أنتحفتنا بهذه الإضاءات القرآنية شكرا جزيلا دكتورنا دكتور الحبيب الغاني وكما أتوجه إلى المشاهدين الكرام أشكركم على هذه المتابعة الطيبة في برنامجكم خذوا الكتابة بقوة اشتركوا في القناة